اشتركوا في القناة نحن نتكلم عن تركيب اللبن تعريف اللبن الحالة التي يوجد عليها اللبن نرجع للبداية من الوحدة الأولى اللي هي عبارة عن اللبن كمحصول زراعي وتعريفه وتركيبه أهمية اللبن من الناحية الزراعية كتيرة جدا وتتلخص في الآتي اللبن غزاء كامل يناسب كل الأعمار تربية ماشية اللبن تزيد من خصوبة التربة التخلص من مخلفات المزرعة مثل التب أو الدريس أو أي مخلف داخل المزرعة الحيوانات بتتغزي عليه وتبدأ تديني اللبن أو تدر اللبن اللي أنا ببدأ أخذه وعمله عملية تصنية إذن يعتبر اللبن خلي بالك من أهم الحاصلات الزراعية ومن أفضل خلي بالك الوسائل اللي يمكن أن أنا أستفيد بها في عناصر الإنتاج هي عناصر الإنتاج عبارة عن الأرض الحيوانات العمل ورأس المال ليه؟ وذلك الأسباب الآتية يعني ليه؟ أن الحيوانات مهمة ليه هي بتحجج لإيه؟ إيه الفوائد اللي بتحججها لي؟ عندك الحصول على اللحم ودرقة مواحد بتديني إنتاج لحم بتشغل الأيد العاملة خلي بالك بصفة مستمرة عن طريق تربية الحيوانات سرعة دورة رأس المال يمكن أسرع دورة رأس المال هي تربية ماشية اللبن أو اللبن نفسه اللي بعدها خلي بالك اللبن غزاء كامل الدسم ويناسب كل الأعمار طب الأهمية الاقتصادية للألبان عبارة عن إيه؟ هتجوم مجموعة من المصانع على صناعة الألبان يعني هتتعلق مجموعة من الصناعات مثل صناعة الأدوات المستخدمة عند إجراء الاختبارات على ما فيه داخل معامل الألبان اللي هي الزجاجيات هيجوم عندك صناعات مثل صناعاته ورقية اللي هي بيتمي فيها تعبئة اللبن ومنتجاته قيام صناعات أساسية على الألبان هي أساس صناعة الألبان إذن فيه استفادة انتشار صناعات تتعلق بصناعة الألبان مثل الأدوات والأجهزة زيادة فرص العمل فرص العمل عندي زيادة وهتوفر عمالة والأيدي العاملة هتجد على البطالة لو أنا استخدمت صح أو أقمت مشروعي صحية قيام صناعات تعتمد على صناعة الألبان مثل صناعة الكازين الذي يستخرج من الشرش بالإضافة إلى تشغيل رؤوس الأموال أنتم ملاحظين أننا بقى أعيد سريع لسبب رئيسي أننا أخذنا الحلقة دي قبل كده فأنا بقى أعمل تغذية رجعة أو أننا بقى أبدأ أرجع معك تاني اللي احنا أخذناها اللبن خلي بالك في مصر ينتج بكميات كبيرة من ثلاثة أنواع من الحيوانات معاك الجموس الأبقار المعز والأغنام كل حيوان من الحيوانات دي ليه نسبة في الإنتاج عندك الجموس ينتج اللبن بنسبة 50% أما الأبقار 49% المعز والأغنام 1% إذن جملة إنتاج اللبن داخل مصر موزعة على مصادر الإنتاج وهي عبارة عن الحيوانات طيب أنا عندي نصيب الفرد من اللبن يا ترى أنا بأكتفل بنصيب الفرد أو الفرد بياخد نصيبه من اللبن كامل لا ما بيخدش ما بيكفيش طيب إحنا عايزين نعدل الموضوع نعدله إزاي هنا ولكن استهلاك اللبن في مصر يزيد أو يزيد عن الإنتاج المحلي ويستم سد الفجوة الرغزائية أو سد الفجوة بالنسبة لإنتاج اللبن عن طريق خلي بالك الإنتاج عن طريق الإنتاج أو تحسين سلالات الوراثية وترشيد الاستهلاك طيب إزاي أنا أنهض بالصروة الحيوانية داخل مصر كيفية النهوض بالصروة الحيوانية التوسع الأفق والرأس في الأرض الزراعية التوسع الأفق والرأس بالنسبة للحيوانات توفير رأس المال اللي هيشغلني عشان أنتج اللبن توفير العمالة المدربة عمالة فنية مدربة لازم تتوفر عندي الرعاية الصحية للحيوانات بالإضافة إلى التحسين الوراثي طيب أنا هستفيد تامي عن طريق أيه كمان هزود الدعم الموجه لصناعة الألبان عن طريق إلغاء التعريفة الجمهورية وتوفير النقد الأجنبي ووضع خطة لتدريب الكوادر المختلفة طيب دعا لبن خش على بدايتنا أو بداية الحلقة وهي عبارة عن تعريف اللبن إيه هو اللبن اللبن على فكرة أكثر المواد الغذائية إقبالا وده اللي احتواءه على مجموعة من الفيتامينات طيب نقضي من بداية الإنتاج لما أجي أعرف اللبن هو عبارة عن إيه خلي بالك هو إفراز غدي طبيعي لإناس الحيوانات السديية هذه الحيوانات المسموح بتداول البنوها ده إحنا ذكرناها من شوية الجاموس الأبقار الماعز الأغنام حتى ذكرنا من شوية نسبة كل إنتاج أنا عندي جاموس بيديني كام بيديني خمسين في المية والأبقار تسعة واربعين في المية الماعز والأغنام واحد في المية لو أنا جمعت كمية على بعضها هتطلع مية في المية إذن تعريف اللبن هو عبارة عن الإفراز الغدي الطبيعي لإناس الحيوانات السديية إمتى إمتى بستفيد عقب الولادة مباشرة خلي بالك وبعد انتهاء فترة السرسوب نرجع تاني تعريف اللبن إفراز غضي طبيعي خلي بالك مسموح بتداول اللبن إفراز غضي طبيعي لمن لإناس الحيوانات السديية عقب الولادة وبعد انتهاء فترة السرسوب إيهي فترة السرسوب أو اللبن دي تتراوح مدتها من ثلاثة إلى سبع أيام أو من سبعة إلى 12 حلبة أو 14 حلبة يعني بعد ما تحلب الحيوان بعد الولادة 14 حلبة هيسمى لبن طبيعي طب هو قبل كده ما كانش لبن طبيعي لا مش لبن طبيعي لأنه لبن سرسوب اللبن السرسوب ده مخصص للعجول الرضيعة عشان يفتح مصارين العجول ويبدأ يتغزع اللبن عشان اللبن بينزل أصلا في المعدة الرابعة داخل العجول الرضيعة بعد انتهاء فترة السرسوب أبدأ أنا أستخدم لبن وهيكون لبن يتمتع بالمواصفات الجيدة طب نشوف إيه الشروط العامة لتداول اللبن اللبن ليه شروط أنا مش هستخدم أي لبن إيه الشروط العامة أن يكون ناتج من حلب حيوان سليم صحيا يعني ما يكونش فيه أمراض غير كده كمان في شروط اللبن المتداول أن يكون نظيف خلي بالك وخالي من الشوائع طبيعي في طعمه ولونه ورائحته أن لا يكون قد سبق غليه وخلي بالك من الحتة دي كوي أنا بقولك أن لا يكون قد سبق غليه إذن هو لبن طبيعي لأنه بمجرد أنا بعمل اللبن حراريا هأبدأ أغير من صفاته طيب أنا بعد كده بقولك اللبن من شروطه إيه أن لا يتجبن بالغلي هو معنى أن لا يتجبن بالغلي يعني يعني الحموضة هترتفع فيه بمجرد ما ينحط على النار ويشم ريحة النار هيتكون لبن قطع أو يحدث له عملية تجبن إذن كده أنا مش هعرف أستفيد به لا في الشرب ولا في عملية التصنيع أن يكون خالي من أي مادة مضافة وأن لا يكون قد نزع منه أي شيء يعني إحنا هناخده دلوقتي مكونات أو تركيب اللبن ما ينفعشي أن أنا أنزع الدغن من اللبن وأطلق عليه لبن طبيعي لا ده كده اللبن مغشوش أنا نزعت منه الدغن مغشوش لأننا خدت الدغن ودغن أغلى مكونات اللبن أن نميز أوعية الحلابة الخاصة باللبن الجموسي عن اللبن البقري عن لبن المعيس والأغنام لا يجوز خلي بالك عرض أو بيع لبن حليب خليط خام للجمهور ما تخلطش اللبن واتبيعه أنت تبيع اللبن ده أنه هو لبن جموسي أو لبن بقري خلش بقى لتركيب اللبن أذكرك مرة تانية لا إحنا خدناه خدنا تعريف اللبن وده مهم جدا وخلي بالك في تعريف اللبن أنا بأستخدم اللبن بعد انتهاء فترة السرسوب التي تتروح مدتها من 3 إلى 7 أيام أو من 7 إلى 14 حلبة يعني بعد محلب الحيوان من 7 إلى 14 حلبة أبدأ أنا أستخدم اللبن لأنه هيتمتع بمجموعة من المواصفات طب أنت تتخيلوا طعم اللبن إيه؟ دايما حلو كلامك مزبوط دايما حلو ليه حلو؟ عشان خاطر يحتوي على سكر يسمى سكر اللكتوز طب رائحة اللبن خلي بالك لرائحة اللبن حيوانية خفيفة حيوانية خفيفة هو قوامه سقيل ده أسخل من الماء طب هو قوامه سقيل ليه؟ لاحتواءه على مجموعة من المكونات الكبرى والصغرى ويركس في موضوع المكونات الكبرى والمكونات الصغرى طب تعالى مرة تانية أنا عايز أعرف تركيب اللبن هو بيتركب من إيه؟ يتركب من مكونات كبرى ومكونات صغرى المكونات الكبرى عدي ورايه هي عبارة عن الماء الدهن البروتين سكر اللبن الأملاح المعدنية إذن عندي المكونات الكبرى كان مكون خمس مكونات كل مكون حيتاخد نسبته حالان دلوقتي إن شاء الله وأهميته التصنيعية حيصنع طب هو دوره إيه في عملية التصنيع طب ما عندي مكونات كبرى إذن أنا عندي مكونات صغرى طب نشوف المكونات الصغرى المكونات الصغرى هي عبارة عن الفيتامينات الصبغات الإنزيمات الغازات كل مكون داخل اللبن له دور وله أهمية طب لما نجي نلخص الموضوع كله في مكونات اللبن التي تقسم إلى مكونات كبرى ومكونات صغرى لما أجع أشوفها ألاقي أن تركيب اللبن عبارة عن حاجتين اتنين جوامد كلية زائد ماء إذن تركيب اللبن عبارة عن جوامد زائد ماء مين هي الجوامد؟ اللي هي تشمل المكونات الكبرى مع عدى المية المكونات الكبرى والمكونات الصغرى كل المكونات الموجودة داخل اللبن تسمى جوامد طب إيه هي الجوامد الصلبة الكلية؟ عبارة عن جميع مكونات اللبن ما عدا الماء طيب ايه هي الجوامد الصلبة اللا دهنية اللا دهنية يعني ما فيهاش دهن بس باقي المكونات موجودة اطلق عليها اسم الجوامد الصلبة الكلية هي عبارة عن جميع مكونات اللبن ما عدا الماء والدهن طيب نعرف مكونات اللبن بالنسب المية نسبتها كان في اللبن البجري والجموسي الميا نسبتها كم؟ خلي بالك أنت هنا منها نسبة البروتين كام؟ نسبة الدهن كام؟ أم سكر اللبن كام؟ هناخدوها بالنسب وركز في النسب كويس المياه موجودة داخل اللبن البقري بنسبة 89% أما اللبن الجاموسي 81% إذن المياه أعلى في اللبن الباري ولا اللبن الجاموسي؟ لا، نسبة المياه أعلى في اللبن الباري طيب لما نخش على الضهر نسبة الضهر داخل اللبن البقري من 3% ل6% وداخل اللبن الجاموسي 6% ل9% احنا ليه بنركز على الارقام دي؟ لان الارقام دي هي اللي بتظهر لك اذا كان اللبن مغشوش ولا لا مضاف ليه مية ولا لا اذا لما اجي اغدر نسبة الضهر داخل اللبن البقري المفروض والقانوني بتاعها ان يكون نسبة الضهر من 3% ل6% عند تقدير نسبة الضهر داخل اللبن الجاموسي ان تكون نسبة الضهر من 6% ل9% يبا اخدنا كم مكون لحد الوقت اتنين المية والضهن البروتين نسبته كام 3.55 من 100% 3.55 من 100% خلي بالك ان الضهر ده هو اللي بيحدد سعر اللبن لانه اغلى مكونات اللبن اما البروتين هو اساس صناعة الجبن جميع انواع الجبن البروتين هو الاساس في عملية التصنيع دي المادة اللي بيحدث لها عملية تجميع خلي بالك البروتين وبتاخد في صورة شبكة خلي بالك بتجمع كل المكونات مع بعضها وتديني ما يسمى بالخسرة اذا كان لبن سائل هيتحول لخسرة الخسرة هتطرد المية اللي موجودة داخل اللبن في صورة شرش في النهاية اخذ المنتج بتاعي سواء كان جبنه بخاصة الجبن الطرية او جبن جافة اما في حالة الزبادي اللي بقى لك ما بتروتش مياه خالي اللي اللبن بيحصل له تجبن على ايه على حدة او لوحده او النفس الكمية طيب نشوف البروتين مقسم الى قسمين كازين وبروتينات شرش البروتين مقسم الى كازين وبروتينات شرش الكازين نسبته 3% بروتينات الشرش نسبتها 55 من 100% طيب بروتينات الشرش دي من اسمها تفقد مع مين؟ مع الشرش وهيجابلنا كمان شوية ان شاء الله انت مصنع شاطر يبا هتجاعد عندك او هتخلي بروتينات الشرش تتبقى عندك او تعملها عملية ترسيب لانها مفيدة جدا ولم يجي عليها تدون ان شاء الله هتعرف الاهمية الغذائية بتاع التكويت بروتينات الشرش مقسمة الى البيومين وجلوبيولين يبا كمان مرة تانية بقولك المكونات الكبرى بالنسبة بتاعتها المية الدهن البروتين ارجع الى البروتين تاني مقسم الى كازين بالاضافة الى بروتينات الشرش بروتينات الشرش اللي هي من انواعها البيومين وجلوبيولين طيب رابع مكون هو عبارة عن ايه سكر اللبن وله اسم سكر اللبن يسمى اللكتوز نسبته اربعة وخمسة من عشرة في المية طيب حد هيسألني يقول لي هي نسبته سابتة يا مستر في جميع انواع الالبن ايوة السكر بالذات نسبته سابتة سواء كلبن بقري او جموسي الاملاح المعدنية او الرماد نسبتها واحد وتمانين من مية او واحد وتمانين من الف ده نسبة الاملاح المعدنية والاملاح المعدنية دي لها دور قوي جدا في احداث عملية التجبر يبال اللي ذكرناه حاليا هي عبارة عن مكونات اللبن الكبرى بالنسب نسبها كام؟ اما المكونات الصغرى اربع مكونات طب نيجي نجمع المكونات كلها على بعضها تعتبرها كام مكونات يا ولادي عبارة عن تسع مكونات خمسة مكونات كبرى اربعة مكونات صغرى طب يا طرى المكونات الكبرى دي مالها جالك هي التي توجد في اللبن بكمية كبيرة المكونات الصغرى توجد داخل اللبن بس بكمية اقل نحن لسه ذكرين دلوقت حالا المكونات الصغرى كاسماء بدون نسب طب نعرف نسبها زي ما عرفنا النسب بتاعة المكونات الكبرى عندي فيتامينات وتقسم الفيتامينات الى فيتامينات زائبة في الضهن وفيتامينات زائبة في الماء الزائب في الضهن اديني مثال الف دال ه كاف طب الزائبة في الماء زي به وجيه انتهينا من الفيتامينات لذلك احنا لما ذكرنا ان اللبن مادة غزائية كاملة الدسم او مادة غزائية تحتوي على جميع العناصر الغزائية اللازمة للجسد دي موجودة في المكونات الصغرى بالاضافة للمكونات الكبرى او اللي موجود داخل المكونات الكبرى هو كمان بيدعمني ويخلي اللبن زو قيمة عالية جدا طب تاني مكونات الصغرى عبارة عن ايه الصبغات 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 هي اللي بتميز لون اللبن لان هي بيننا مش وقية ان اللبن الجاموس لونه ابيض اما اللبن البقر لونه اصفر وهتعرف ليه دي الوقت حالا طب الزائبة في الضهن الصبغات الزائبة في الضهن مثل الكاروتين والزنزوفيل كاروتين وزنزوفيل طب الصبغات الزائبة في الماء مثل اللاكتو كروم لكتو كروم خلي بالك تاني انزيمات مقسمة او من ضمن انواع الانزيمات اللايبيز والاكسوديز والبيروكسوديز الكاتاليز الفوسفاتيز هي اسماء مع تكرار دايما وانت بتذاكر هتتحافظ الاسماء دي وعلى فكرة الانزيمات دي هي اللي بتكشف عن طريق مجموعة من الاختبارات اللي هناخدوها ان شاء الله هي اللي بتكشف على اللبن على كفاءة اجراء المعاملات الحرارية يعني انا لما بستر اللبن او اغليه او اعقمه عايز اتأكد ان انا عملت المعاملة الحرارية صح هتأكد منها عن طريق وجود الانزيمات المذكورة سابقا طب ايه كمان اللي في المكونات الصغرى الغازات مثل CO2 او النيتروجين او الاكسجين دي كلها موجودة داخل الغازات خلي بالك بالاضافة الى من المكونات الصغرى الانزيمات الصبغات البيتامينات يب احنا اتكلمنا كارقام على مكونات اللبن الكبرى ومكونات اللبن الصغرى اتكلمنا عليها بالنسب طب نشوف الهجوز ايه اللي بعديها الحالة التي توجد عليها اللبن اللبن يوجد على حالة او على صورة سائلة طب يا ترى يوجد في اللبن المية انا هتكلم على الحالة التي توجد عليها مكونات اللبن مش احنا اخدنا ان المية من ضمن المكونات الكبرى هي والده والبروتين وسكر اللبن والاملاح المعدنية طيب احنا بنتكلم وذكرنا الارقام بتاعتهم يبقى يوجد فيه اللبن على صورة سائلة اللي هي المية بنسبة 81-83% في اللبن الجموسي و85-86% في اللبن البخري خلي بالك اولها تاني في اللبن الجموسي نسبة المية 81-83% منهم 96% في حالة حرة ما معنى في حالة حرة يمكن التخلص من ماء اللبن في صورة شرش طب الاربعة في المية راحوا فين ده يسمى ماء مرتبط بمكونات او بجزئيات او بمجموعة اجزاء اللبن يعني الاربعة في المية عبارة عن ماء مرتبط زي ما انتم ما خدتم او هتاخدوا في الكمية ولك الماء الهاجرسكوبي ده اللي موجود حوالين حبيبة التربة احنا عندنا المية الموجودة داخل اللبن دي لما اربعة في المية اسمه ماء مرتبط ما بيقدرش نتخلص منه خالي لكن اللي بنقدر نتخلص منه بنسبة 96% اللي هو في حالة حرة يمكن التخلص منه في صورة شارش هل بقى لك طيب اللبن سايل ليه ايه الهدف ان اللبن يكون سايل عشان يسهل حلبه ده خلي بالك غير كده كمان ان جميع المكونات موجودة فيهم وزعى بانتظار غير كده تاني اللبن سايل ليه عشان يسهل هضمه طيب غير كده تاني اللبن سايل ليه وبيحتوى على مية ليه المية عامل اساسي في احداث التفاعلات الكيميائية عامل اساسي في احداث التفاعلات الكيميائية اسناء عملية التصنيع خلي بالك وهي كمان اللي بتحدد الجبنة دي طرية ولا جافة ولا نصف جافة ولا جافة جدا يبه كل ما زادت نسبة المية او الرطوبة داخل المنتج اللبني اذا خلي بالك بتكسبه نوع من الطرو طيب احنا خدنا انتهينا من المية وعرفنا الماء المرتبط وعرفنا الصورة الحرة وعرفتي ليه المية اللبن بيوصلني في صورة سائلة وايه دور المية في عملية التصنيع اللي هو اهمية كبيرة جدا تبتني مكون واغلى مكونات اللبن هو عبارة عن الدهن احنا ذكرناها قبل كلاو من ثلاثة لستة في المية في اللبن البقري من ستة لتسعة في المية في اللبن الجاموسي طب يا ترى يا دهن انت موجود على شكل ايه خلي بالك يوجد الدهن في صورة مستحلبة يعني منتشرة في جميع اجزاء اللبن بصورة عشوائية حبيبات دهن فوق حبيبات دهن تحت حبيبات دهن في النص وهنتكلم على هاتين هو على صورة حبيبات دقيقة ميكروسكوبية يعني كلمة ميكروسكوبية انت متقدرش تشوفها بالعين المجردة الا بعد تجمع كمية كبيرة من الدهن اشوفها حبيبات تختلف اقطار اقطار قطر حبيبات الدهن من اتنين وعشرين لواحد من عشرة اتنين وعشرين مية لواحد من ايه من عشرة ميكرون وتحاط كل حبيب الدهن بغشاء رقيقة الغشاء ده على فكر اسمه غشاء الفوسفوليبي دات وظفتك ايه يا غشاء اللي انت موجود حوالين حبيبات الدهن يبا الدهن موجود داخل اللبن في صورة مستحلبة منتشر في جميع اجزاء اللبن اللي بالك قطر الحبيبة من اتنين وعشرين لواحد من عشرة محاطة الحبيبة بغشاء رقيقة هيعمل ايه ايه وظيفة الغشاء او اهميته او دوره دوره ايه واحد تسبيت حالة الاستحلاب معنى تسبيت حالة الاستحلاب تسبيت حالة الانتشار المساعدة في تكوين طبقة القشطة والقشطة هي من المنتجات الدهنية تب ندي حتة سريعة ازاي الغشاء ده بيساعد في تكوين طبقة القشطة كل حبيبة الضه بتحتوي على اتنين شحنة شحنة سالبة وشحنة موجبة بالاضافة الى ان غشاء الفوسفوليبيدات المحيط لحبيبة الضه بيحتوي على مادة لاسقة اسمها مادة اللاجلوتونين اللاسقة المادة دي بتلزق حبيبات الضهن ببعضها تجوم يزداد الحجم تبدأ تتكون القشطة ودي هتاخدوها اكتر بالتفصيل والتوسع في الصف التالي ان شاء الله غير كده كمان ده بالنسبة للدهن وكل كلام حاليا على الدهن حاجز ميكانيكي يمنع الدهن من التجمع والانفصال على هيئة طبقة زيتية يعني ما بيخليش حبيبات الضه تتحول لطبقة زيتية لا يفضل حبيب الضه زي ما هو يساعد في عملية خفق القشطة عند صناعة الزب يعني ايه كلمة خفق ما لا ما تستغربهاش الكلمة بسيطة خالص وكل طبعا كل الناس اللي بتربي مواشي وبترجد لبن او بتبيعه او بتصنعه عارفين كلمة خفق يعني ايه عندي كلمة الخفق هي عبارة عن الخض قشطة طلعت من اللبن بيجرى لها عملية خض عملية الخض هي عملية ايه الخفق اذا الحق يا الغلاف الموجود حولان حبيبات الضه الغلاف ده بيعمل ايه بيساعدني في عملية الخفق وللحصول على الزب ده طيب ليه حبيبات الضه مختلفة في الاحجام عن بعدها انا قلنا من 22 ل 1 من 10 ميكرون ايه السبب الرئيسي في اختلاف حجم حبيبات الضه نوع الحيوان اه هي ترى هي حبيبات الضه في اللبن المنتج من الجاموس زي حبيبات الضه في اللبن المنتج من الابقار سلالة الحيوان يعني سلالة الأبقار مثلا يقول لك فيه أبقار شورتهورن أو أبقار أجنبية وأبقار مصرية يطرح حبيبة الضهر هتكون كبيرة فيين؟ في الأبقار الأجنبية اديني مثال زي الفريزيان أو الشورتهورن خلي بالك تالت حاجة غزاء الحيوان أنت نفسك كموربي ممكن تتحكم في حجم حبيبة الضهر أنك تدي علائق خضراء للحيوان زي البرسين مثلا ده بيزود كمية اللبن وبيزود حجم حبيبة الضهر وبالتالي هيزود ربحك أنت كمان لو حتى بتبيع اللبن سائل أو بيجرى له عملية تصنيع يعني أنت بترجد اللبن عندك فصل فصول السنة يا ترى الحجم حبيبة الضهر في الصيف زي الشتاء؟ لا طبعا ده في الشتاء بتكون حجم حبيبة الضهر أكبر ليه؟ لأن الحيوان يتغزى على علائق خضراء اللي هي من البرسين الفترة بين موسم الحلابة يا ترى أنت فضلت تحلب الحيوان بعد ما ولد وخلاص الحيوان هيولد تاني عشر وهتولد تاني فهتقدر تحلبه لحد جبل ما يولد الولادة التانية؟ لا ده أنا لازم أخلي فيه فترة بينية ما بين موسم الحلابة الأول أو اللي كان شغال وموسم الحلابة الجديد الذي يعقب عملية الولادة طب نخش باجة على الحاجة ايها مش تجيلة دهي حاجة بسيطة خالص التركيب الكيميائي لدهن اللبن التركيب الكيميائي لدهن اللبن يتكون الدهن أو يتركب الدهن من نوعين من الدهون دهون حقيقية خلي بالك ودهون غير حقيقية خلي بالك أن الدهن بيحتوي على ستمائة حمض دهني يوجد في صورة خليط من جلس ريدات سلاسية طب أنت كده بتتجي عليه؟ لا ده أنا مش هتجي عليه خالد ده أنا أخفي لك الموضوع هو واللي عايزك تعرفه أن الدهن يتكون من دهون حقيقية ودهون غير حقيقية اللي بقى لك وعبارة عن مجموعة جلس ريدات الدهن يحتوي على ستمائة حمض دهني طب تعالوا انقرنوا ما بين الدهون الحقيقية والدهون الغير حقيقية عندك الدهون الحقيقية وهي دهون خلي بالك معقدة معظمها جلس ريدات سلاسية يعني لو عندك جوزية جلس رول زائد ثلاثة جوزية أحماض دهنية خلي بالك ها يديني دهن زائد ما طب الأحماض الدهنية دي بتقسم خلي بالك إلى أو في اللبن إلى كم ده وعلى أساس ايه؟ على أساس درجة تشبعها تقسم إلى عندي أحماض دهنية مشبعة وأحماض دهنية غير مشبعة هرجع تاني عندي دهون حقيقية ودهون غير حقيقية الدهون الحقيقية مقسمة إلى هاللي بالك تاني أحماض دهنية مشبعة وأحماض دهنية غير مشبعة الأحماض الضهنية المشبعة نسبتها 60% أما الأحماض الضهنية الغير مشبعة نسبتها خلي بالك في اللبن بتصل إلى 40% يبقى نسبة الأحماض الضهنية المشبعة كام؟ 60% الغير مشبعة 40% خلي بالك أن الأحماض الضهنية المشبعة تؤثر في طعم اللبن لأنها أحماض طيارة ومنخفضة في نشاط التفاعلات الكيميائية طيب إرجع كده بقى الأحماض الغير مشبعة دي تؤثر في فساد اللبن ونشطة في التفاعلات الكيميائية طيب إيه خلي بالك أن عدد الأحماض الدهنية المشبعة أكتر منه زي حمض الكابريك والبيوتريك والميراستيك والبالماتيك طيب الأحماض الدهنية الغير مشبعة عددها اتنين إذن الأحماض الدهنية المشبعة تسعة أما الغير مشبعة اتنين فقط لغير مثل الأوليك واللينوليك نحن اللي بنتكلم عنه حاليا خلي بالك كمان مرة تانية المكون الثاني من مكونات اللبن الكبرى وهو عبارة عن الدهنة طيب تعال بقى على الدهون الغير حقيقية هي تسمى إيه؟ المواد المصاحبة للدهنة هتقسم إلى كم نوع دهون فوسفورية الأسيترولات الكاروتينويدات الفيتامينات الزائبة في الدهنة طيب نشوفوا الدهون الفوسفورية ده تعرف بالفوسفوليبيدات فاكرين كلمة الفوسفوليبيدات عبارة عن إيه؟ عبارة عن غشاء محيط بحبيبة الدهن عندي الفوسفوليبيدات ومن مكوناتها اللايثين وتعمل على تسبيت استحلاب الدهن في اللبن ونسبتها سلاسة في المئة من كل المكون طيب الأسيترولات تعرف بالكحلات الجمدة ومنها الكوليسترول الذي يستخدم في التمييز بين الدهن النباتي والحيواني الكاروتينويدات ويوجد منها نوعان الكاروتين والزنزوفيل والذي يميز اللبن البقري باللون الأصفر أما اللبن الجموسي أبيض طيب أنا أقف عند النقطة دي وأقول لك لو أنا قلت لك علل لون اللبن الجموسي أبيض بينما لون اللبن البقري أصفر السبب الرئيسي قدرة الجموس على تحويل صبغة الكاروتين إلى فيتامين ألف طيب أجابه بصيغة تانية لأن اللبن البقري يحتوي على صبغة الكاروتين طيب بصيغة تالتة لأن اللبن الجموسي أو الجموس له القدرة على تحويل صبغة الكاروتين إلى فيتامين ألف طيب لو جالك علل كمان مرة ليه لون اللبن البجري أصفر واللبن الجموسي أبيض لوجود صبغة الكاروتين في اللبن البقري وقدرة الجموس على تحويلها إلى فيتامين ألف خدنا الفيتامينات الزائبة في الضه زائف ودال وهيه وكيف ومعهم كمان حاجة اسمها الكولين يبا احنا جسمناها إلى دهون حقيقية ودهون غير إيه حقيقية طيب هي الخواص الطبيعية لدهن اللبن خواصك إيه يترجى درجة الانسهار بتاعته طيب درجة التجمع طيب معامل الانكسار ناخد درجة الانسهار يبدأ انسهار الدهن من 28 إلى 36 درجة يعني على درجة حرارة من 28 إلى 36 خلي بالك بيبدأ ينصهر الدهن معنى ينصهر الدهن ايه بيسيح خالص لا ده هو يبدأ يسيب باج المكونات اللي المتمسك معها والحيطة دي هتنفعنا وإحنا بنشرحه في سنة تالتة في كيفية الفرز أو عند إجراء فرز اللبن للحصول على القشطة طيب نشوف درجة التجمع من 24 إلى 19 درجة طيب هو جيب للرقم الكبير الأول ليه عشان خاطر ايه يعني لا هو بيعرفنا ان اعلى درجة اللي بالك مش هيجمد مش هيجمد عندها اللبن او بعدها اللبن اللي هي 24 يبقى من اول 24 وانت نازل لحد تسعتاشر عند تسعتاشر هيتجمد الدهن نهائيا لو في درجة ايه الحرارة دي تسعمية ستة وتلاتين من الف إلى تسعمية ستة واربعين من الف على درجة حرارة كامي اولاد ستين درجة فهرنهايت وبرضو علشان محدش يستغرب عن هيجبين ان شاء الله ترمومترات اللي هو الترمومتر المئوي ترمومتر الفهرنهايتي وفيه فرج بالاتنين وفيه تحويل درجات الحرارة وكل الحاجات ان شاء الله هتشرح في معاتها معامل الانكسار معامل الانكسار كام بتاع اللبن كله عبارة عن واحد ربعمية تسعة وخمسين من الف إلى واحد وربعمية تنين وستين من الف برضو على درجة الحرارة كام ستين درجة فهرنهايت يتميز دهن اللبن عن الدهون الاخرى باختبارات تعطي ارقام تعبر عن محتويات الدهن من الاحماض الدهنية الطيارة والغير طيارة يعني في مجموعة اختبارات بتحدد لي الاحماض الدهنية الطيارة والغير طيارة زي رقم ايه زي رقم كريشنر زي رقم ريخارت زي الرقم اليودي زي رقم بولونسكي دي اسمها ارقام سبتة يعني لما اعمل اختبار واطلع رقم اليودي مثلا هو ده سابت لو حدث فيه اي تغيير اذا فيه اضطراب في اللبن او فيه حاجة غلط طيب نشوف اللي بعده ما هي التغيرات التي تحدث في دهن اللبن انتم ملاحظين معايا ان الدهن واخد مساحة كبيرة لانه اغلى مكونات اللبن ده هو اغلى مكونات اللبن هو اللي بيحدد التصافي الناس كلها بتشتري ليه لان الدهن اصلا بيمد الجسم بالطاقة الحرارية طيب نشوف ايه التغيرات اللي ممكن تحدث على دهن اللبن عندي سلاس تغيرات ركز فيهم كويس هو عبارة عن التزنخ المائي التزنخ الكيتوني التزنخ الاكسيدي اذا كم تزنخ او كم تغير في طبيعة دهن اللبن تلاتة عايزين نشوفه كل نوع من انواع التغيرات التي تحدث على دهن اللبن ايه السبب فيها اه من السبب في التزنخ سواء كان الكيتوني او الاكسيدي هل بقى لك او المائي طب ناخده التزنخ المائي سبب مين ما هو من اسمه ينتج عن التحلل المائي لدهن اللبن طب اقول ها تاني معنى الكلام ايه ان المية بتساعد في تحلل الدهن طب بيديني ايه نتيجة نتيجة لفعل انزيم يسمى انزيم اللايبيز واحنا واخديني الانزيم قبل كده وجلنا انزيم اللايبيز موجود داخل اللبن من ضمن الانزيمات يبقى بيحدث تحلل للدهن هل بقى لك مين السبب في التحلل العنص الاولين المية المية وفرت البيئة ايه المناسبة لمين لانزيم اللايبيز خلي بالا وفي كمان نوع تاني بعض انواع الميكروبات التي تحدث التزنخ المائي طب لما يحدث تحلل للدهن هينتج ايه ينتج حمض البيوتريك زوء الرائحة النفازة يبقى انا لو شميت اللبن ولا جيت رحت ونفازة معنى كده ان حدث تحلل للدهن مين اللي حللك يا لبن انزيم اللايبيز في وجود مين العمل المساعد المية او الها تاني المية بتوفر البيئة المناسبة لانزيم اللايبيز يحلل الدهن ويديني حمض اسمه حمض البيوتريك زوء الرائحة النفازة رحته واضحة خالص ناتج عن تحلل الدهن اذا اول نوع من انواع التغيرات التي تحدث داخل اللبن وبخاصة داخل دهن اللبن يسمى التزنخ المائي عيده اخر مرة وان التزنخ المائي من السبب في انزيم اللايبيز انزيم اللايبيز يشتغل عن طريق مين المية وفارة البيئة المناسبة ليه بدأ هو يخش على الدهن ويحدث له عملية تحلل فطلع عندي حمض اسم حمض البيوتريك زوء الرائحة النفازة ده كان اول نوع من انواع التزنخات او التغيرات التي تحدث في اللبن وخاصة دهن اللبن طب تاني نوع من انواع التزنخات هو عبارة عن التزنخ الكيتوني كلمة تزنخ الكيتوني هو ناتج من بعض الفطريات كفطر البنسليم الذي يحلل الاحماض الدهنية المشبعة وينفرد عنها مركبات كيتونية طيارة تكسب اللبن طعما غير مقبول يبقى انت لو خشفت اللبن واللي جيت طعم مر او طعمه مش مقبول او رح تنفازه تأكد مليون في المية انت عندك احد التغيرات السلاسة اذا ما كانش كل التغيرات موجودة يعني ممكن اه شمي رح نفازه اذا ده على طول تزنخ مائي انا رجل بسنع عبان وفاهة مش كده ولا ايه وقد دخلت المعمل وصنع حضرتها هتحضروا عامل ايه مجموعة من ايه من التصنيعات ان شاء الله لو انا لجيت طعم غير مقبول على طول اوتوماتيك التزنخ نوعه كيتوني تب تعالى للتزنخ الثالث وهو عبارة عن التزنخ الاكسيدي معنى التزنخ الاكسيدي هو ناتج من نشاط الاكسوجين وتأثيره على الاحماق الدهنية غير المشبعة وينشأ عن هذه الاكسادة تكوين بعض الكيتونات التي تكسب الدهن الطعم الشحمي تب ارجع معايا وراءة سنة كده كم تغير تلاتة مائي كيتوني اكسيدي خد الماء كده المائي السبب فيه الماء اللي وفرت البيئة المناسبة المين اللي بيئز اللي حلل الدهن وانتج حمض اسم حمض ايه البيوتريك زور رائحة النفازة تب الكيتوني مجموعة من الميكروبات مثل الفطر ايه البنسيليا اللي بدأ يديني لبن طعمه غير مقبول تب التالت من السبب فيه لو تزنخ الاكسيدي الاكسوجين لذلك معلومة لحضراتكم سبقة للأوان يعني ولك لما تيجي تعب السمنة وبرطمنات بعد ما تبرد وتوصل حروتة خمسين درية مئوي ما تخليش هوا في العبوة ليه؟ لان الهوا فيه اكسوجين الاكسوجين هيتفعل مع الدهن ويسبب التزنخ الاكسيدي طب انا عايز اتخلص من التلت تزنخات دولي او التلت تغيرات دولي مين اللي هيواجفهم عند حاجهم؟ خلي بالك البسطرة او المعاملات الحرارية اللي احنا هناخدها ان شاء الله في الترم التامي طب نشوف اللي بعدها يبا احنا اتكلمنا في المكونات الكبرى عن الماء والدهن خلي بالك ودخلين بقى المكون التالت هو عبارة عن البروتين البروتين يثبته في اللبن البجري اثنين وتمانية من عشر في المية الى اربعة وخمسة من عشر في المية من متوسط تلاتة خمسة وخمسين من مية في المية احنا المتفقين ان البروتين يتم تقسيمه الى كازين وبروتينات شرش كازين وبروتينات شرش الكازين هو ده المكون الرئيسي الذي يمثل 80% من كمية اللبن خلي بالك اللي هي الدين الخسرة اللي هي الدين الجبنة طيب البروتين ده خواصه ايه خلي بالك البروتين الكليه يوجد على هيئة جزيئات غروية مرتبطة بأملاح الكالسيوم والفوسفور ويسمى كازينات فوسفات الكالسيوم كازينات فوسفات الكالسيوم جب الجزئية اللي احنا اخدناها كلها اتكلمنا عن مكونات اللبن عملنا استرجاع للحلقة الماضية رجعناها بسرعة موجود عندك في على التلفزيون موجود عندك على اليوتيوب كل شرح المادة العلمية لو انت عايز تصورها هتشوفها كمان مباشر ان شاء الله طيب وقتنا خلص مع حضراتكم بسرعة اه اتمنى ان شاء الله العودة تعود تاني او اللقاء يعود تاني ان شاء الله وهنكمل بازن الله اه في الحلقة القادمة اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم مهندس نشهد الاصاص موجه مادة الالبان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة